اهلا بما حضراتكم من جديد هنروح لكرة السلة رجال حضركم عارفين ان طبعا كرة السلة وفريق كرة السلة بيلعب دلوقتي بطولة منطقة القاهرة لعب الاسبوع اللي فاتمة تشين لعب عمواصل البترول ونقال لكم المباراة على شاشة قناة النادي الاهلي وفوزنا 67-45 ومباراة طلاقع الجيش وفوزنا 61-64 الجميل ان الفرقة بتلعب بالناشئين ومطاعمة بعض اللاعبين من الفريق الاول طبعا مجموعة ما شاء الله كبيرة جدا من ناشئين كسبت ثقة يعني نجحت انها تكسب ثقة الجهاز الفني بقيادة مستر أجوستي وعندنا ان شاء الله بإذن الله مباراة بكرة مع المصرية ليلة السلة ده تالت مباراة تصفيات منطقة القاهرة في مجموعة تانية على فكرة بتصفي ناحية تانية فيها الجزيرة وفيها مصر للتأمين فيها مجموعة فرق برضو هيصفوا زم مجموعتنا بالصفي بعد ما اللاعب مصر للتأمين هنروح نلاعب ان شاء الله الجولة الرابع هكون مع نادي القاهرة نتمنى طبعا كل التوفيق وخلينا اقول لكم ان فريق كورت السلة او مستر أجوستي عندنا بطولة عربية ان شاء الله اخر الشهر في اسكندرية والنادي الاهلي خد قراره ان شاء الله انه هيشارك جاز الفني دلوقتي بيدرس استقدام تعرفين طبعا تومسون اللاعب الامريكي يجي مضى معنا جاز الفني بيدرس انه يستعين بيلعيب تاني خاصة ان كل الفرق جاية باتنين اجانب انت ليك الحق تلعب باتنين ضيحة الاتحاد العربي ليك الحق ان انت تلعب باتنين اجانب احنا عندنا لاعب جاز الفني دلوقتي بيدرس اذا كان محتاج ولا لا لو محتاج اكيد النادي الاهلي مش هياخر له طلبه اكيد هيكون داعم له في هذا الاتجاه دي كانت اخبار كرة السلة اشتركوا في القناة